حدث الناتو خطين أحمراني لروسيا وإلا فإن التحالف سوف يتدخل في الحرب الروسية على أوكرانيا وبحسب صحيفة الربوبليكا فإن الشرط قد يكون دخول بلا روسيا في الحرب أو القيامة باستفزاز عسكري ضد دول البلطيق أو ملدوفا أو بولندا فيما تقول الأخيرة بأن بوتين يستعد لعملية عسكرية ضد إحدى دول البلطيق ووفقا لرئيس المخابرات البولندية فإن الدعم العسكرية الغربية الحالية لكييف له تأثير راضع على نوايا موسكو العدائية جاهز بالفعل لبعض العمليات الصغيرة ضد إحدى دول البلطيق مثل دخول مدينة نارفا الشهيرة والتي تعد أكبر مدينة ناطقة بالروسية في أستونيا حيث يتحدث 88% من سكانها الروسية أو سيكون هناك الهبوط على أحدى الجزر السويدية إذا كشفت روسيا ضعف حلف شمال الطلسي على نان وكان ضعف الحلف يتمثل في غياب الاستجاوة الكافية لأي تهديد فهذا يعني أن النظام العالمية سوف ينهار وكل شيء سيصبح في حالة من الفوضى وسوف تستغل روسيا هذه الفوضى لتأكيد هيمنتها على أوروبا الشرقية في حين أن الإمبريالية الروسية لا تؤثر على عضاء حلف شمال الطلسي فإن الدول المحايدة في أوروبا تدعو الناتو إلى تعميق التعاون وبحسب صحيفة ديبريس النمساوية ففي نهاية ديسمبر الماضي أرسل دبلوماسيون من أربع دول رسالة للحلف يقترحون فيها توسيع المشاركة في التدريبات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية كشركاء من أوروبا الغربية لجأت النمسا وإيرلندا ومالضا وسويسرا إلى التحالف الدفاعي لأنها تريد توسيع شراكتها معه وفي الوثيقة غير رسمية يقدمون أيضا مقترحات محددة للغاية حول كيفية تطوير التعاون بدءا من التدريبات المشتركة الإضافية وحتى امتياز الوصول إلى الوثاق والمعلومات يؤكد الناتو ووزارة خارجية في فينان دول أربع المحايدة قد سعت لبعض الوقت للحوار مع التحالف كشركاء من أوروبا الغربية ولا يمكن استبعاد أن تعزيز التعاون بين النمسا وسويسرا وإيرلندا ومالطا مع حلف شمال أطلسي قد يؤدي إلى انضمام هذه الدول إلى الحلف ولم يعد ترك الحياد والانضمام للحلف مسألة جديدة فقد لجأت إليها كل من السويد وفنلندا اللتان كانت محايدتين سابقا والآن أصبحت كلتا الدولتين عضوين في حلف شمال أطلسي من دون العضوية في تحالف قوي ما فأن فرصة الدول الصغيرة في الدفاع عن نفسها ضئيلة لقد كسرت روسيا النظام العالمي الذي كان قائما حتى وقت قريب وفي الواقع ليس لدى الدول آمال خاصة سوى حلفاء نقوي أو جيش قوي وهما لا تزال الدول الجادة والغنية والكبيرة قادرة على تحمله أما بالنسبة للدول الأصغر ربما يكون الاحتمال الوحيد لحماية نفسها وأن يكون لداها اتزامات وتحالف موثوقة مع الشركاء ولدى ألمانيا مثل هذه الاتزامات تجاه لتوانيا حيث وصل المستشار الألماني أولف شولتس إلى مدينة بابرادي اللتوانية في السادس من مايو ليتفقد بنفس تطريبات جنوده المتمركزين هناك ويشار إلى أن لتوانيا وألمانيا قد وقعت اتفاقية بشأن أول انتشار دائم للقوات الألمانية في الخارج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفي أواخر العام الماضي وبحلول عام 2027 سيتمركز لواء ألماني كامل قوامه 4800 جندي في اللتوانيا إعداد نيكيتا سكابليكوف لقناة يوتيفي عربية